سلام، في هذا الفيديو سأخبركم كيف سأخبر ميبيان بالأميدة بقاع المكونات و التفاصيل سنرى المفتاح و العنوان و المقياس بطريقة جدا بسيطة للغاية كل شيء سوف نحترمه اليوم سوف نحترم المقياس حتى نتوقع نقاطينا و بطبيعة الحال حيث سوف نخدمه في الورقة ندب الميستارة و نخدمه في الورقة حيث ميبيان أو المقياس يخصوا الميستارة بطبيعة الحال لا يمكن أن نقوم بعمل الميبيان بالمقياس و تدخل الميستارة بحلقة وتقطع بها ليس ممكن اليوم سوف نعمل في الورقة سوف نقوم بعمل الميبيان سوف نعمل عليه هنا في المنطقة المتجات العالمية و المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية و هنا في المنطقة المتجات والإنتاج بالمليون طن و الرتبة العالمية سؤالي أقول لك ركز معي حول المعطيات الخاصة بالإنتاج إلى ميبيان بالأميذة و سوف تستطيع ثلاثة النقاط في هذه الحالة من اللي لدينا ثلاثة النقاط يعني الجانب الشكلي و هذا الميقياس سوف تكون عليها نقطة من التي يكون نجوش فقط تكون القضية مرخفة سوف نقطة على الميقياس و المسائل المهم قبل أن تفكر في ميقياس و الميبيان و كيف نرسمه و كيف نفعله أول شيء سوف تفكر فيها هي تفهم السؤال جيدة ماذا نطلب منك السؤال؟ السؤال قال لك تحول جدول كله إلى ميبيان بالأميذة غلط لا تستخدم نقطة كاملة لماذا؟ قرأة السؤال جيدة قال لك تحول المعطيات الخاصة بالإنتاج إلى ميبيان بالأميذة يعني سوف تكون مع المعطيات الخاصة بالإنتاج ما هي؟ المنتجات والإنتاج بالمليون طن فقط لا ندخل فيها الرتبة العالمية لو كان السؤال يقول سمع جيدة لو كان السؤال يقول حول المعطيات الجدول إلى ميبيان بالأميذة كيف لم يكن في بعض الامتحانات الأخرى سوف تأخذ كل ما كان في الجدول و تحول الميبيان بالأميذة حساب السؤال ماذا؟ دابا فهمنا بأن الميبيان سيكون فيه جد الأشياء وبالتالي سوف نفهم بأن الميبيان سيكون فيه فقط جد المحاور محور عمودي و محور أفقي لأن الميبيان سيكون فيها ثلاثة المحاور محاور عمودية و آخر أفقي بالنسبة للتلاميذة التي تتفهم بالعمودي والأفقي يقول لك ما المنتجات سيكون هنا أو هنا ما أسماء الدول أو هنا ما أسماء السنوات أو هنا ما أسماء مزيد لها ضدرة لأن هذه هي قاعدة المحور العمودي المحور العمودي فقط تركيزات الكميات النسب مئوية الساعات إلى أخير كل الأرقام التي تعبر على هذا كلها تتفهم كلها تتفهم إذا كميات الإنتاج بالمليون هنا الأرقام الأخرى مثلا السنوات أو أسماء الدول أو أسماء المدن أو أسماء المنتجات أو أسماء الأشخاص كنت تفهم هنا واضحة هذه قاعدة نعمل أول حاجة قبل أن نبدأ نحضر المقياس لأن نحضر المقياس نحضر المقياس نحضر المساحة التي ستعمل عليها هذه هي الأولى المساحة التي أعطيها كما ترونها ستوصلت قريبا في طولها أو الارتفاع ما يصل إلى 8 سنتيم 8 سنتيم إذا لديك المساحة التي ستعمل عليها من هنا فقط نحضرها لكي تبليكم القضية واضحة نحضرها لكي تبليكم حدود لكي تبليكم كل شيء إلى أينكم لكي تشرفوا على ممكن الآن إذا هذه المساحة التي ستعمل عليها لا تخصني لكي نرسم المحور العمودي لا يجب أن يأتي من هنا يكون ملاصق أو يفوت الإطار وبالتالي ستعمل إلى نقطة من الشكل ما سنفعل أولا سنحدد المحور العمودي لكي يجب أن يكون فيه المحور العمودي لا يجب أن يكون ملاصق نفعل مثلا هذا المحور ستكون فيه 6 سنتيم على سبيل المثال من هنا إلى هنا ستعمل 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 6 سنتيم ستعمل 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 6 سنتيم هذا هو المحور العمودي كما أرى لكم النقاط رأيكم في الفيديو إذا لدينا من هنا محور العمودي قبل أن نبدأ نرسم المحور الأول سنضع المقياس طريقة الخاصة في تحديد المقياس هي أركزها لكي تستعمل طريقة بسيطة نحسب كمية الإنتاج التي سنضع في المحور العمودي في التدرجات سنضع خمسة الشريطة لدينا خمسة كمية الإنتاج هذا لا يوجد مقياس ولا يوجد فقط وسخ كيف أصغر رقم هو 10.8 58.7 وهنا نكتب 1 سنتيمتر تساوي واحدة تساوي مليون 1 سنتيمتر تساوي واحد العدد أصغر رقم هو 10 وأكبر تقريبا 60 إذا كنت مثلا المقياس هو 1 سنتيمتر تساوي 30 مليون سنضع ونبدأ من هذه النقطة ونرى 1 سنتيمتر تساوي 30 مليون إذا هنا 30 وهنا 60 ونحن لا يمكن لدينا كل فيها لا يمكن إذا نقص من السلة إذا كان 1 سنتيمتر 30 1 سنتيمتر 40 60 يعني الأرقام لا يمكن إذا 1 سنتيمتر تساوي 10 إذا 20 30 40 50 60 مليون لا 6 سنتيمتر ونضع هنا نقص كل سنتيمتر 10 مليون 30 30 ونرسم المحور ولكن سنزيد 1 ربيع حتى هنا أنا أقول لكم لماذا سنزيد ربيع حتى يتحفل سترسم لا ترسم بحالي بسطيله أولا سترسم بالقلم لا يكون لديك الشكل ثانيا لا يستطيع بسطيله حتى حتى نرسم لماذا سنزيد الربيع لكي نقص هنا ونقص هذه العوارضة جيدة لا تشكل لكي نضع أرقام ما أرقام سنضع أرقام حسب المقياس هنا ستكون 0 مليون هنا ضروري لا تقصد السفر لا 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 أن تدع المقياس خاصة إنه سنضع 10 مليون هنا 20 مليون هذه 30 مليون 40 مليون 50 مليون و60 مليون أرقام حسب مقياس مقياس خالية ما تردته لديك المقياس أرقام مالك كيلو كم كم طول لتركيز نسبة مئوية سوف تقوم بعمل عبارة التي تشرحها هذه الأرقام سوف تكتب هنا الإنتاج طن الإنتاج بالمليون طن لذلك الذي يقرأ هذه الأرقام سوف نقوم بعمل المحور الأفقي ماذا نقوم بعمل المحور الأفقي سوف نقوم بعمل المنتجات وبالتالي يمكن أن نعمل بأي مقياس بغينا ولكن المقياس الذي سنعمل به يجب أن يكون سوف نقوم بعمل فرق مع ما بين كل منتج وآخر لكي نقوم بعمل الأسماء للمنتجات إذا كالخطة كبيرة لا يتلقى الكلمات مع بعضهم وهو يجب أن يقوم بعمل الشكل سوف نقوم بعمل ثالث الرابع الخامس إذا الخامس لا يمكن أن نقوم بعمل المحور سوف نقوم بعمل الرابع كما هذا ونسترد باسترد أخير لكي نقوم بعمل السهم هنا سوف نقوم بعمل هنا هنا ونضع الأسماء للمنتجات بأي ترطيب بغيتي لا يمكن أن ترطبهم من الصغيرة الكبيرة أو تقوم بعمل رأسك معهم هذا شيء لا يطلب منك بعد أن نقوم بعمل المنتجات لا تقوم بعمل محور مرة أخرى لكي نقوم بعمل هذا سوف نقوم بعمل المنتجات ونضع ونبدأ نبدأ بتمثيل كمية منتج بميبيان بميبيان الأميدة قبل أن نبدأ في تحديد أي كمية سوف نحدد العرض العمود ما سوف نقوم بعمل ما سوف نقوم بعمل واحد سنتيم أو نقوم بعمل واحد سنتيم في كل عمود وبالتالي نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل واحد سنتيم من مقطة القطم لكي يكون لدي كل شيء ونقوم بعمل البطاطس ونقوم بعمل البطاطس ونقوم بعمل ونقوم بعمل سنتيم سوف نقوم بعمل ونرى ما لدي بالنسبة للبرتقال يوجد البرتقال في 11.7 سوف نتابع المسألة المهمة إذا كنت تعمل بمي قياس ولم تعمل بمي قياس سوف نقوم بعمل فوق السفر فوق السفر فوق السفر فوق السفر ونقوم بعمل 11.7 سوف تكون قريبة سوف نقوم بعمل من الماضي لكي تضيف ونقوم بعمل هذا الذي سوف تجبد منها ونقوم بعمل واحد نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل فوق السفر ونقوم بعمل ونقوم بعمل من الماضي ونقوم بعمل ونقوم بعمل بعمل لذلك هذه هي طريقة في الأول ونقوم بعمل ونقوم بعمل أخذتها بقصة سوف نضغط هذا ماذا سوف نقوم بالقصة سوف نقوم بالقصة لا يصبح القطن وقصة 12.4 نفس القضية نقوم بالقصة وقصة هذا الصفر مع الصفر لا يكون قصة نقوم بالقصة 12.4 سوف نقوم بالقصة وقصة 12 سوف نقوم بالقصة وقصة 12 سوف نقوم بالقصة وقصة 12 حتى قاعد بقصة 12 ولكن من الأفضل أن تكون قلم الرصص ماضي لكي تجدك شي ناضي قال هاي ما كانش واحدة أشي يعني، يعني أسرا معاً تكون واحدة شوية فقر واحدة مغيظة عارضي حتى نستار مرء أخرى حلقة وهاديك مغيظة فيها نايش قضيا صعبة أسيء من الناس ويكامش مشكلة موركة نتكون كادرة فمو أفضل أنك تجرب راسك من هذه الأزافية المتينات هناك ساعة يؤدي راسها نحن لدوز الأرز أرز 10 فصلة جوش نحطوا في الأسترى هنا سفر فوق السفر كلاهدة نشوفوا أشعرها هنا عشان مليونة فصلة جوش ١ إذاً نحطهم الأسترى أخرى ونقضت يهم هذه الفصلة جوش ونأتي نقطة من هنا أرز ونقرد حقا ونحط المكنش مكن للش هذه الخطوة لغاية نقطة كافية اذا كانت سادية درسة كبيرة لساعدة 100 عنصة سترجع على العمود والصل العمود تريد هذه قمح قمح الشحال فيه 58.36 اذا سنضع المرأة 0 فوق 0 سنضع 50 هذه 60 سنضع 59 50 اذا لم يكن هنا سنضع المرأة لديهم مرأة مرأة نفس القضية سنضع مرأة بشكل عمودي مع هذا المحور هو الكميات سنقنسك وضعه وستجزئ قمح سنفتل وضع خط من هذه النقطة وقمح سنقوم سنقوم بإزال العمود سنقوم بإعداد ساعدين الأعميدة ماذا باقي؟ العنوان سيكون هنا العنوان سنفعله سنفعله على حسب معطيات السؤال فهو قال لي المعطيات الخاصة بالإنتاج إلى مبيان بالأميدة سنكتب كميات الإنتاج بعض المنتجات الفلاحية بأمريكا كيف سنفعله؟ سنفعله المقياس نضعه هنا المقياس ممكن تطيره وسط إطار وممكن تطير إطار ممكن تطير إطار ومستطيع مقياس لا يوجد مشكلة لا يوجد مقياس سنفعله نضعه مقياس لا يوجد مقياس لنضع إطار لا يوجد مشكلة المقياس سنفعله 1 سنتيمتر تساوي 10 مليون طن 1 سنتيمتر 10 مليون طن فقط نقوم بعمل مفتاح عندما نقوم بعمل هذه الأسماء للمنتجات هنا ونقوم بعمل ألوان مثلا هذا هو اللونه البرتقال اللونه بالليموني القطن اللونه بالشيب البطاطس اللونه مثلا بالأخضر هنا نقوم بعمل إطار كبير واحد شوية بحلقة نقوم بعمل متر نقوم بعمل إطار بحلقة اللونه جائعة تظهر كيفية المساشة بعمل مصنع ولكنها يمكنني تريد أعمل شراطي المايلين بحالة الشكل هذا تجيل تماماً في المفتاح و تدير نفس القضية شراطاتها تدير في القمح النقاط تديرها حتى في المفتاح هذا إلا تدير نقاط الشراطي و لا تدير الألوان تدير نفس الألوان التي تدري إذا كنت تضع الأسماء للمنتجات تحت العمود كل العمود لديه اسم المنتج و لا تدير نفسه لا تدير نفس الشراطي و لا تدير نفسه لأن هذه الشراطي و هذه الألوان هذه إشارات استلاحية تديرها في حالة لما كانت لدينا اسم لدينا نقاط الشراطي و الألوان و نقوم بعمل المقياس و نعبره على كل لون أو شرطاء أو كل علامة من المنتجات في حالة لدينا نضع منتجات Direct و لا تدير نفسه الحاجة الوحيدة التي ستدير هي المقياس بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر